مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فرق عامل لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات طاقة الجديدة والمتجددة روسيا تتقدم في شرقي أوكرانيا وتسيطر على بلدة ليمان الاستراتيجية وفي الاقتصاد صادرة مصر الزراعية تتجاوز ثلاثة ملايين طن خلال العام الجاري نشرة الثانية من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس الوزراء دكتور مصفى مدبولي متابعته لأعمال فرق العمل التي تقرر تشكيلها مع الإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة جاء هذا خلال لقائها دكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي حيث أعرب مدبولي عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات على المستوى الثنائي وعلى صعيد التعاون الثلاثي مع الأردن في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتلمية اقتصادية مستدامة مشيرا إلى أن واحدا من المجالات الوعيدة للتعاون المصري الإماراتي يتمثل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الإطار تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع توليد عشرة ألاف ميجاوات منطقة الرياح بالبحر الأحمر ومشروع توليد مئتي جيجاوات من الطاقة الشمسية ومنطقة الرياح وقد أبدى الوزير الإماراتي ترحيبا كبيرا بالتعاون مع مصر في هذه المشروعات مؤكدا أن توجهات الشيخ محمد بن زيد ألا نهيان رئيس دولة الإمارات تؤكد دوما على إلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة وفي إطار التعريف بالفرص لاستثمارية الوعيدة على أرض مصر والحافظ التي توفرها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات عقد رئيس الوزراء لقاءا مع عدد من كبار المستثمرين من دولة الإمارات تم خلاله استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في مصر والجهود المبدولة في كل المجالات وما تم من مشروعات في مجال البنية التحتية إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات ومن جانبه أكد جمال ابن سيف الجروان الأمين والعام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أكد اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في مصر وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية بلغت 20 مليار دولار ويتطلع لوصولها إلى 35 مليار دولار خلال خمس سنوات كما أكد الجروان أن المستثمرين الإماراتيين سيكونون شركاء المرحلة الجديدة التي أطلقتها مصر وتم إعلانها في المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء وللمزيد من المتابع ينم إلينا مباشرة من أبو ظبي مصطفى عبد الفتاح مراسل أخبار مصر مصطفى أهلا بك وماذا لديك من تفاصيل حول زيارة رئيس الوزراء لدولة الإمارات يعني بالفعل كما ذكرت في الخبر نبدأ من آخر اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي وهو لقاء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة وخلال هذا اللقاء أكد الطرفان على أهمية ملف الطاقة المتجددة وخاصة وأن مصر تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وذلك من خلال التوجهات التي يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعاون الإماراتي في هذا المجال بشكل خاص هذا أيضا بالإضافة إلى تكثيف التعاون المصري الإماراتي بشكل عام وهو ما نلاحظه على كافة الأصعادة ويتضمن من خلال العديد من الشراكات والاتفاقيات التي توليها الدولة المصرية في تعزيز التعاون وتكثيف الاتصالات وتعزيز البرتوكولات والاتفاقيات مع الجانب الإماراتي وهذا أيضا ما يتضمنه ملف زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي شهد العديد من هذه اللقاءات خاصة وأن الوفد الوزاري المرافق لرئيس مجلس الوزراء يضم وزراء الكهرباء والتخطيط والزراعة هذا أيضا بالإضافة إلى وزيرة التجارة والصناعة وكل هذه الوزارات تحمل في أجندتها مزيد من فتح أفاق التعاون مع الجانب الإماراتي وعقد اتفاقات وبرتوكولات خلال الفترة القادمة إذا ما تحدثنا عن هذا اللقاء تحديدا مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن الإعزاز المصرية للتعاون الإماراتي في هذا المجال معربا عن تمنيه في زيادة حجم التبادل المصري الإماراتي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة ننتقل إلى اللقاء الأول الذي عخده الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم وكان بلقاء مع مجموعة من المستثمرين الإماراتيين وذلك للاستماع إلى أرائهم حول مستقبل الفرص الواعدة في مصر وأيضا كيفية زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر وهو ما أكده الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج حيث أعرب عن أن حجم الاستثمار الإماراتي في مصر يصل حتى الآن إلى 20 مليار دولار وهو ما تستهدف الإمارات زيادة أكبر منه خلال الفترة القادمة وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أكثر من 35 مليار دولار حجم استثمارات مع جمهورية مصر العربية وذلك حسب تصريحات الأمين العام للمجلس وحسب توجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زيد لذلك فهناك حرص إماراتي على زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية وأيضا هناك حرص مصري على زيادة وفتح أفاق من الاستثمارات الأخرى داخل مصر للمستثمرين الإماراتيين وهذا هو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه مع المستثمرين الإماراتيين من خلال تعريفهم بأهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية لجذب مزيد من الاستثمارات وأيضا تسريع وتيرة الاستثمار وأيضا تسهيل الإجراءات ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات وجذب استثمارات مزيدة داخل جمهورية مصر العربية أيضا رئيس الوزراء تحدث خلال هذا اللقاء عن الفكرة التي تعطيها الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات من خلال الرخصة الزهبية والتي هي تعد فرصة استثنائية أقرها مجلس الوزراء لزيادة حجم الاستثمار وأيضا لتسريع الإجراءات الاستثمارية داخل جمهورية مصر العربية وهما أثنى عليه المستثمرون الإماراتيون معتبرين أن ما شاهدتهم مصر خلال الفترة الماضية من إجراءات سلاح اقتصادي أدت بكل تأكيد إلى زيادة حجم الاستثمارات وأيضا أن الاستثمار الإماراتي بشكل عام يولي أهمية خاصة للاستثمار داخل مصر إذا ما تحدثنا عن دولة الإمارات بهذا الحجم الكبير من الاستثمارات في كافة دول العالم هناك استثمار كبير لدولة الإمارات في بلدان العالم المختلفة ولكن إذا ما تحدثنا عن الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية فهناك اهتمام كبير توليه الدولة الإماراتية بزيادة هذا الاستثمار هذا اللقاء لقص ما تم من خلال سنوات ماضية وذلك من خلال عقد شراكات اقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات بين الجانبين خلال هذه السنوات وأيضا جاءت تأكيدا وتلقيصا على الرغبة المصرية الحقيقية في زيادة وجذب مزيد من الاستثمار الإماراتي خاصة أن مصر تولي أهمية كبيرة وأهمية خاصة للاستثمار الإماراتي دون غيره داخل جمهورية مصر العربية أيضا نتحدث عن العديد من اللقاءات التي يشهدها الدكتور مصطفى مدبولي كما ذكرت فهناك أربع وزراء مع الوفد الوزاري لرئيس مجلس الوزراء من المنتظر أن يكون هناك اتفاقات وبرتوكولات خلال الفترة القادمة وخلال هذه الزيارة أيضا سيشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع العديد من الاتفاقات والبرتوكولات ما بين الجانب المصري والجانب الإماراتي على حدة وأيضا ما بين الجانب المصري والجانب الأردني خاصة أن هذه الزيارة تستهدف في المقام الأول إطلاق شراكة لتحقيق التنمية المستدامة ما بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال إطلاق شراكة صناعية كبرى ما بين هذه الدول وهي الدول التي تحرص دائما على تعالي شكرا جزيلا مصطفى عبدالفتاح مرسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من أبو ظبيه نتاج إلى تنس حيث يقرر القضاء التنسي وحضر صفر رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي وثلاثة وثلاثين متهما آخر في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين في عام 2013 وقالت المتحدثة باسم أحكمة ولاتي أريانا أن الحكم صدر على جميع المتهمين في قضية معرفة بالجهاز السري ومن بينهم الغنوشي تتعلق القضية بالتسطر الحصول على ملفات وأدلة دين وأشخاصا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بالعيد ومحمد البرحمي نتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا الضفة الغربية حيث شيع الفلسطينيون طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر بمدينة بيت لحم من جانبها قالت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جراء املاء الأعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لتصدي لاقتحامات المستوطنين ولمسيراتهم المقاررة غدا كان عشرة الألف من الفلسطينيين قد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب بلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة ووقفت قوات الاحتلال المصليين كما منعات العشرات من دخول المسجد ووقفت حافلات واعتقلت شبانا بشكل عشوائي إلى العراق حيث أعدنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلق عمليات عسكرية للتفتيش قورا غربي بعقوبة في محفظة ديالا شرقي البلاد من أربعة محاور وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وأوضحت أن تلك العملية تأتي لاستكمال الأهداف المخطط لها بملاحقة عناصر التنظيم في تلك المنطقة والقضاء عليها وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي بأن القوات الأمنية نجحت في تدمير أوكار ومخابئة للإرهابيين كما نجحت في صد هجوم إرهابي شمالي المقدادية اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيرانا بممارسة القرصنة بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج وأوضحت أثناء أن أحد الناقلتين كانت تبحر في المياه الدولية بينما الثانيات كانت موجودة قرب السواحل الإيرانية كانت طهران قد أعلنت أن الحرس الثولي الإيراني احتجز ناقلتين يونانيتين بدعوة انتهاكهما أصول ملاحة في الخليج جهد بعد قليل من تحذير طهران من أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد أثناء بسبب مصادرة ناقلة كانت محتجزة قبل تساحل اليوناني من قبل الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر أكد الجيش الروسي سيطرته على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرقي أوكرانيا والتي تعتبر معبرا إلى مدينتي سلوفيانيسك وكراماتوريسك المهمتين وأفادت وزارة دفاع روسية بأنها تمكنت من السيطرة على ليمان عقب العمليات المشاركة لوحدات قوات دونياسك الشعبية الموالية لموسكو والقوات المسلحة الروسية وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير 11 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و67 نقطة تجمع للقوات والمعدات وثمانية مستودعات ذخيرة فضلا عن مقتل 260 من الأوكرانيين خلال اليوم الماضي في ناحية الأخرى عملت وزارة الدفاع الروسية أن أحدى فرقاطاتها أطلقت خلال مهمة تجربية في بحر بارنتس صاروخا من نوع سيركون الفرط الصوتي أصاب هدفا في البحر المتوسط باتت الوزارة لقاطات المصورة لعملية الإطلاق على الجانب الآخر أعلن الجيش الأوكراني مقتل 63 جنديا روسيا وتدمير عدد من الوحدات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي الوقت ذاته أكد مستشار الرئيس الأوكراني والمفاوض في محدثات السلام مع روسيا أن أي اتفاق مع روسيا لا يمكن نثوق به واعتبر أن الطريق الوحيد لوقف روسيا هو القوة وأشار المستشار الرئيس الأوكراني في هذا الصدد إلى أن موسكو تمارس الأكاذيب والدعاية والبربرية على حد وصفه يذكر أن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف توقفت في 29 من مارس الماضي قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي زينديكوف إن أوكرانيا بدأت تلقي صوري خاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوترز ذاتية الدفع من الولايات المتحدة مضيفا أن الأسلحة ستدعم القوات التي تتصدى للعملية العسكرية الروسية فضلا عن حماية السواحل لأوكرانيا فرضت الولايات المتحدة عقوبات العنى على بنكين روسيين وشركة كورية شمالية وشخص تتهمه بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات في الوقت الذي تحث فيه بيونج يانج على العودة إلى المصار الدبلوماسي وتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية جاءت العقوبات الأمريكية غادة استخدام الصين وروسيا حقا نقد ضد مسعا قادته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كورية شمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية أكدت وزارة الصحة في الأرجنتين أول إصابتين بجدر القروض في أمريكا اللاتينية يأتهد بينما قالت مضمة الصحة العالمية أن الأولوية حاليا هي احتواء فيروس جدري القروض في الدول الخارجة عن نطاق توطونه الأصلي ووضحت أنه من السهل احتواء الفيروس في الوقت الحالي إذا تم اتخاذ الإجراءات الصحيحة ودعت مضمة المواطنين حول العالم إلى عدم القلق مشيرة إلى أن معادل انتقال المرض أبطأ بكثير من غيره من الفيروسات سجلت لجنة الصحة الوطنية بالصين 362 إصابة بفيروس كورونا مع انخفاض معدل الإصابات عن اليوم السابق بما يقارب 80 حالة في غضون ذلك سمحت سلطات مدينة شنغهاي لعدد أكبر من الناس بالخروج من منازلهم ولمزيد من الشركات بإعادة فتح أبوابها على مدار الأسبوع الماضي وتقترب المدينة بشكل أكبر نحو إعادة الافتتاح التدريجي أتبارا من يوم الأربعاء بعد شهرين من الإغلاق بسبب الفيروس قالت وكالة البحث والإنقاذ الاندونيسي أن فرق الإنقاذ تبحث عن 26 شخصا فقدوا بعد انقلاب قارب قل 43 شخصا قبل تجازيلة سولويسي وقد أفدت وسائل الإعلام محلي أنه قد تم الإبلاغ عن فقدان القارب عندما لم يصل إلى وجهته في اليوم الثاني لمغادرته ميناء باوتيري ونقلت زوارق الركاب الذين تم قادهم إلى بر الأمان بينما عازت السلطات السبب هذا الحادث إلى نقص الوقود وسوء الأحوال الجوية نفى المركز الأعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تردد عن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أحقية طلاب الجامعات في دخول الامتحانات من دون أي رسوم إضافية موضحة أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب تواصل نقاط استقبال القمح التي حددتها وزارة التومين عملها بمحافظة بن سويف وسط أقبال كثيف من المردين والمزارعين الوزارة اشددت على همية المشروع القومي للصوامع الذي تبنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادة الطاقة التخزينية من القمحة من مليون ومئتي ألف طن إلى ثلاثة ملايين وستمائة طن بعد إنشاء خمسين صومعة على مستوى الجمهورية بطاقة تخزينية مختلفة عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الفنغو الديمقراطية عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكنغو الديمقراطية بدأت الزيارة بمناصم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكل البلدين والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكنغولي الدكتور كاباندا باكرونجا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكنغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصل التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكل الجانبين وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكنغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين وفي نهاية اللقاء وقع الجانبين على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين كما التقى الفريق أول محمد زكي مع سيد جام ميشيل سامالو كونديه رئيس وزراء الكنغو الديمقراطية حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين أعلنت وزارة الداخلية مد المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأطحى المبارك وعلى توفير السلع بأسعار مخفضة بمنافذ أمان حتى نهاية العام نتابع منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية فإن قطار المبادرة لم يتوقف وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة بخاصة في المناسبات والأعياد وأصبح المواطنون يثقون في تخفضاتها وفي سلعها الأسعار ندلت كويس جدا عملت معنا فرق هي فرقت معنا كتير بالنسبة للأسعار برا وصمت جوة 50% و60% دينا الكويس جميلة والأسعار جميلة أسعار مناسبة للجميع أنا جاي مخصوص هنا في أمان عشان خاطر مقدرة كلنا واحد كلنا واحد وأسرة واحدة وربنا يخلص نفسي بشكر رئيس أنه هو يعني ريحنا ومش مخلين عايزين أي حاجة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة تصل إلى 60% تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك ومع نجاحها وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك المبادرة في مرحلتها الثانية والعشرين يشارك فيها قرابة ألف فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها السابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات وأقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة الثانية والعشرين من المبادرة في الخامس عشر من شهر مارس الماضي ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة وفرة كبيرة من كافة أنواع السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة توفرها مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين برعاية رئيس الجمهورية وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية عبدالله بركات التلفزيون المصري اقتصاد الثانية أهلا بحضرتكم قال الدكتور محمد معيد وزير المالية أنه تنفيذ التوجيهات الرئاسية تم إبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على تنفيذ جميع الترقيات في الأول من يونيو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط والمدد البينية اللازمة للترقية في الثلاثين من يونيو المقبل أوضح معيد أنه تم تدبير التمويل اللازمي لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد منوها إلى أنه تم تخصيص أربعمائة مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ثلاثة وأربعين مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لفت أيضا إلى أنه تم تخصيص خمسة مليارات جنيه لتعيين ستين ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة كشفت وزارة الصناع الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجوزت ثلاثة ملايين طن هذا العام وأوضح التقرير أن إجمالية صادرات زراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى الخامسة والعشرين من مايو من العام الجاري بلغت الصادرات ثلاثة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة واثنى عشر طن من المنتجات الزراعية وأشار التقرير إلى أن أهم صادرات الزراعية هي الموالح البطاطس البصل الطازق الطماطن الطازجة وغيرها شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا أمام الليرة اللبنانية وصل إلى قرابة تسعة آلاف ليرة دفعة واحدة ذلك بعد قرابة عشرة أيام من القفزات المستمرة في سعر الصرف الذي وصل إلى مستوى غير مسبوك في وقت سابق اليوم جاء الانخفاض الكبير في سعر الصرف بعد قرار مصرف لبنان المركزي بدعوة للحائز الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات الراغبين في تحويلها إلى دولار بتقديم طلب إلى المصارف اللبنانية اتداء من بعد غد على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غدون 24 ساعة وأكد المصرف أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميا مما أدى إلى ارتياح كبير في السوق أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفائها لمنتجات صينية تستخدم في مكافحة إجاحة كورونا من رسوم جمركية عقابية حتى نهاية نوفمبر وتغطي هذه التمديدات 81 منتجا للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة وباء كورونا ويأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه رئيس جو بايدن لضغوط لإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضها سلفه دونالد ترومب على عدد كبير من المتجات الصينية في عام 2018 قالت شركة جعز برومي الروسية لإنتاج الغاز إن إمدادتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول صدعجة بلغت 43 مليون 960 ألف متر مكعب من الغاز بزيادة طفيفة عن 43 مليون 600 ألف متر مكعب من الغاز تم دخوها بالأمس وأضاف جعز برومي أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى ختم ثانية وهذا تذكير بأهم العنوين مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فرق عمل الصياغات التفاهمات والاتفاقية حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة روسيا تتقدم في شرقي أوكرانيا وتسيطر على بلدة ليمان الاستراتيجية شكرا لكم شكرا فضلا شكرا لك حسين شكرا شكرا إلى اللقاء